مصداقية الحكومة في معالجة أسعار العمالة المنزلية على المحك النيابي فبعد إنشاء شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية استبشر الكثيرون خيرا بأن تكون وسيلة لخفض الأسعار والحد من الغلاء المصطنع إلا أن الوضع لا يزال يراوح مكانه وسط اتهامات نيابية لعدة أطراف لإفشال المشروع لصالح بعض الجهات بحسب النواب الكل يستخدم العمالة المنزلية والكل يتعرض حق هذا الابتزاز والأسعار العالي اللي قاعد يقودونها 13-14 مكتب عاملين بينهم وبين بعض حلف أشبه ما يكون بحلف العصابات يتحكمون فيه بالأسعار ومعقول دولة ما تقدر تواجههم كنا نقول الخطورة في ذلك مو فقط عدم تحقيق الشركة لأهدافها وتخفيض القيمة الأساس في الموضوع هو مصداقية الحكومة إذا ما تستطيع أنك تحلي مشكلة خدم إيش لون بصدق أنك بتسوي لي جزر 14 مكتب يتحالفون ضد إرادة دولة حكومة ومجلس ما نستطيع أن نحلها ولا نجهبها تبقي تقنعيني أنه بنصير مركز مالي وتجاري التحرك النيابي يهدف لإجراء تحقيق مع مختلف الأطراف المعنية وصولا إلى الحقيقة كان عندي إصرار على أن الموضوع أكبر حتى من وزارة شؤون ولا وزارة التجارة؟ الموضوع يصل إلى وزارة الخارجية إذا كانت هناك اتهامات فيما يخص بعض البعثات الدبلوماسية بأنها متساهلة مع هذه المكاتب وتقبض منها يجب أن يجرى التحقيق ويستدعى القائم بالأعمال لنعلم أنا أريد أن أعلم ليش بالفلبين؟ يأتيني سعر الفلبينية 1400 دينار وجنبي بالسعودية 1400 ليش؟ أنا ألتمس صدق الوزير في معالجة هذا الخلل إن حليناه فيها الأسبوعين هذا راح يكون إنجاز كبير إذا كان هناك تعسف سنلجأ إلى لجنة التحقيق التي طلبناها وراح نصعد في هذا الموضوع إلى أكبر مستوى في المحاسبة والمسائلة السياسية إذا لم تضع النقاط على الحروف ويتم حل هذا الملف الحكومة طلبت مهلة أسبوعين لمراجعة شاملة حول التعاطي مع ملف العمالة المنزلية فيما ينتظر النواب إجابات شافية حول الجهة التي تتحمل مشؤولية تعمد إخفاق شركة الدرة في خفض الأسعار لترفزون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر